أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لمبعد كوفيد وتجاوز عقباته وهكذا أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد غيات خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي يعتبر فرصة هامة لتوطيد أسس الانتعاش ما بعد كوفيد يمهد الطريق أمام الدولة الاجتماعية ويضع المواطن في صلب النموذج التنموي للمملكة ومن جهة أخرى اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن هذا المشروع ليس فيه اجتهادات إضافية ونوعية ولا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي وفي هذا السياق أعرب رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي لا سياما فيما يتعلق بالدولة الاجتماعية التي تعتبر ابتكارا وكذا على صعيد التعليم والصحة ترجمة نانسي قنقر